إحنا ممكن نستثمر من غير ما يبقى فيه معنا فلوس؟ طبعاً 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 لأن إحنا الاستثمار بيكون بداية في الطاقات البشرية إحنا عندنا الموارد البشرية إحنا بنستقل أحد الموارد هي الفلوس وأحد الموارد هي الأفكار فكل إنسان ممكن يستثمر بفكره ويقدر في النهاية يحقق عائد ينفعله وينفعل بلد فإذن مش لازم أن كل مشروع يبدأ برسمه الكبير عشان يبقى مشروع كبير بل بالعكس كل مشروع لازم يبدأ بهدف يبقى رؤية عندي أنا شايف شايف إن فيه فرصة إنها ممكن تنجح أشوف المصار اللي حاخده عشان أنجح الفكرة وأنا ماشي على الطريق وعيني على الهدف أتأكد إن بصلح طريق يطول ما أنا ماشي يعني كل ما لقي إن أنا بعدت عن الاتجاه اللي أنا نفسي أوصله أفضل أصلح الطريق لغاية لما أوصل للنقطة دي زي ما زمان كان فيه البرميل في البحر لما كانت الناس بتعوم بتتسابق لغاية البرميل طول ما فيه برميل يعني فيه هدف فالناس بتتسابق وبيعوم لغاية الهدف لو الهدف تشال السابق حيوقف أو الناس مش هتوقف عوم وبالتالي ينتفي الوصول للهدف إذا ما كانش فيه هدف فالنزعات أنا بهدر الطاقة وأنا مش عارف أنا رايح فيه وأنا مش عارف أنا رايح فيه بالضبط كده فهيقعد يوم لغاية إطالي لغاية لما يصل صبح ما هو بالضبط يعني هيغرق في السكة وهي دي الفكرة إنه لازم نحدد هدف هدف ده لازم يكون له أبعد لازم يكون له مواصفات مواصفات دي كده بنقول إنه هي لازم تكون الهدف يكون محدد ممكن قياسه عارف أنا بعمل إيه نمرة ثلاثة ممكن أوصله وحاجة عقلانية يمكن كده والأهم من ده وده إنها هيكون لها زمن وقتي محدد يعني لازم أخلص أو أوصل الهدف ده لازم أحطله خط زمني لتحقيق الهدف ليه بقى؟ لأن إحنا دايما بنقول في الجامعة لما الولاد بيذكروا قبل الامتحان بخمستاشر يوم لو حركنا الامتحان شهر هيذكروا أنت برضو قبل بخمستاشر هي هي يبقى اتفقنا يبقى هي الفكرة كلها إن إحنا لما بنحط الوقت بنجبر الإنسان على إنه هو يعمل ويشد عشان يلحق يوصل لهدفه في الوقت اللي هو هو حلو جدا ترجمة نانسي قنقر